السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم بموضوع الساعة. موضوع الساعة يلا اسماء بيوتي. اسماء بيوتي. احتى طلع علينا واحد الفيديو. رجلها واقف حدا الباب ورد الباب على الحجم ديال جسم دياله. محلش الباب بزاف والباب كبير مش الباب صغير. وقف احدها واحد السيدة كاتهضر اياه اياه. احدها واحد البنس. فجأة هضروه 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 لكن الحوار اللي كان بينتهم مشي حوار ديال بغيت نشوف اسماء مرتك وانا معجابة. لا. كان حوار ساخن في اخ دعطة. كان في واحد على حسب الحركات ان هديك السيدة كالطلب شي حاجة دياله. شي حاجة دياله كالطلب بيها. المهم اه السيدة واحد اللحظة مشات في حالها. واضطرد كأنه اضطرد معه في الكلام لانا ذيك الرجعة اللي رجعت ذيك السيدة ما رجعتش رجعة من من خاطرها لانا الى كان هو ما بغاش ولا قل لها هال المرارة في الحمام على ما دعت اه اسماء بيوتي اه انني انا كنت في الحمام تنعوم. وقال لي هار ما كان شو قلت لي هلا بغيت نشوفوك. ليش? علاش غدي تصمم هدي السيدة باش غدي تشوفوك وبديك الحركات اللي اللي كتدير بيديها كأنك تطلب شي حاجة دياله. اه اولا الناس واو طالعين شكون هما من الاصل يعني النهار تزادو تزادو فم هم العاقة من ذهب. ومن يكي يجيوشي ناس يبغيوهم يهضروا معهم ناس عادي جدا او لا كيتصادفوا معهم في الطريق او كتصادفهم الوقت بهم كيهضروا مع الناس بوحد تواضع ووحد الحب واحد الانسانية اللي ما كتخليش هدك السيد اللي اللي مقابل معاه هدك السيد اللي هو عنده واحد الهيبة سبحان سبحان الله العظيم من عند الله بالمال وبالجاه وبكل شي كتخليه انه ما كي يخافش منه او ما كي يطرعبش منه. وحتى هدك الشخص الاخر كيعطي واحد الراحة واحد النفسية لهذاك الشخص اللي كيتحور هو وياه. كيخليه يعرف بنا راه انا وانت راه بحال بحال راه غير وصخ الدنيا يمكن انا رب يعطاني وانت ما عندكش ولكن انا كنتحور معك انك انت عندك شي حاجة اكثر مني. وكيبغي يوصل ليا هذك الشخص. بزاف دي الناس اللي بس عليهم كيبغي يوصلوا لهذاك الشخص الفقر كيشوفوا فيه واحد اللي ما كيشوفهش فيه واحد اخر. كيقول سبحان الله رب يعطاه واحد البشاشر. سبحان الله رب يعطاه واحد الخاطر. اعطاه واحد نور اعطاه. ولو انني انا عندي الجاه. وكيتواضع وكيهضر معاه وكيبين كيبين النفسو النخصو يتواضع لان اخرتها قبر اخرتها. اه طراب اخرتها حساب اخرتها. اه ملقات مع الله سبحانه وسعلا. هذا اذا درنا شي حاجة فاش نشوفه الله سبحانه وسعلا. المهم هدك الحوار اللي كان نرجعه للكلام هدك الحوار اللي كان بين هديك سيده ورجعات كتتهضر معاه. كان اردد فعل ديال شي كلام سمعاته. يعني انسان مني كتمشي كيكون بينكو بينه حوار وكتمشي كتقول اللاين عن الشيطان. ولاخر كيستفزك بشي كلمة مثلا كيسبك الله واعلم لان الصوت ما كانش وما كناش كي نسمعوش نكيت. قال هدك كيكون واحد الاستفزاز كترجع هدك ردد الفعل ديال هدك سيده كيرجع كيرجع بواحد طريقة نفس طريقة اللي رجعت بها هدك سيده. يعني ذك الرجوع وذك الحركة ديال يد انها رددت سبها وزادت فوق منها حتى تبرد ذك الغليل اللي عندها ديال 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 شي اللي سمعات من الفم ديال 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 شخص لوذنيها اللي ما قبلتوش. هده التحليل ديالي انا ولا ربما الناس كلها غدي غدي تتفق معايا فيه. اللي بغينا نشوفو ان هده السحمد هده كنشوفو كي كي تور وكي يبان من من شي حويج غير لكنت المرة ديالو مخبيها او ديرين شي فعلا. او تيخرج لنا بشي فيديو وتي بدي يسب وتي يعير وكي تتعاطى. اه وما تيحشمش. ما تيحشمش وما عندوش علاش يحشم. اه وكي بقى يقول شي حوارات وشي كلام وشي كلمات متقاطعة وكي بقى يبحل الفيديو وللاخير. يبقى يقطع 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 يعني كيعجبوه كيقول بزاف ديال الحويج وهو كيقطع وكي يلسقط وكلكاليماس. اه هده دليل على انه ما عندوش واحد جرأة ديال الكلام انه يتكلم بواحد طلاقة ويرد على الناس اللي كينتقدوا. هده من نوع دياله هو مع انه هو ولد عائلة ولد ناس خاص يكون متربي على حسب اللي شفناها في العائلة ديالو الام والاب ديالو والاخ ديالو والاخ ديالو. لكن هو انفصل عليهم باتاتا وتماما بمساعدة زوجة ديالو. هده من حقه. من حقه انه يمشي ينتحازم على المرأة ديالو. ومن حقه انه هي اتجر عندها راجل ديالها. لانه مملغة يبقوا في الحياة مع ولداتهم الله يخليهم لهم. لكن هده من باب من باب ديال التربية من باب ديال الاخلاق هده ممنوع ممنوع اخلاقيا وانسانيا وممنوع حتى على التعامل مع الناس. كيفاش هده السيد هده اللي كيتعطى هكا ومعندوش حتى واحد الضرة ديال الاحترام للولدين ديالو. يعني انت الناس اللي كتشريهم بالفلوس وكتقول لهم اجي وديروا لي اابوني وانا اعطيكم وانا غادي ندير لكم وغادي نفعل لكم كتواعدهم بوحد الوعود اللي هي كاذبة ومستحيل باش تكون يعني يوعد على وعد كي حذف الوعد الاول وكي بقى الوعد اللي وليه وكي يجيه وعد اخر اللي كيعود كي يعطيه واحد الوعد وكي بقى يتحدف اللي ما قبله وهو هكذا دا وليك. احنا اللي بغينا نشوفو في هده 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 اسماء بيوتي حتى الاسم ديالاتي هرب صبح الله العظيم. اه هده السيدة ما كتعطي حتى شي فائدة للناس. لا ربما الفضول هو اللي كيتبعه هو باش كيتبعها المتتبع او لا كيف ما قالوا بعض القنوات انها كتأجر هده الناس او كتتوعدهم هده كعلاش باش الناس كتتبعها. اه الاغلبية ديال الناس اللي خرجوا اللي بقي ما خرجوشوا على تصريح ديال السيدة اللي قالت انه ما كرجتش طموبيل وفعلان كيفاش غتكرج طموبيل. والفيديو اللي تلقت اسماء على اساس انه هي ما سجلش ولا كالكاميرا ديال كورونا اللي عليش تحدف. لان اصلا هديك الفيلة بقي ما مسكناش بقي فيها الناس. ويمكن السيد قال لها ما تتكرش الاسم ديالي لاني انا ما اعطيتكش. لانه هي بزاف كتلق بعض الكلمات هكو كتقول فلانا قالت ليه وفرتلانا قالت ليه. لكن ربما لطحت في هاد السيد هذا. منعها باش تقول هاد شي. وحي وحذفت هادك الفيديو. وطلعت في فيديو واحدة اخر. نفسه لكن حذفت منه بعد الاشياء اللي ممكن يطالبها بها الكونونيل كيفاش قالت لي. لان احنا ما كناش كنعرفو الناس كنقدمها الكونونيل. على بعض الناس تقنيين ما شاء الله دابرة تعرفوا اليوتيوب والناس تعطت له هاد ديال التصوير والشي ديال القنوات. هاد الفيديو تيقولو الناس انه مصور بالتليفون. ومصور بواحد الحركة ديال زوم وفيها واحد تقنية كيديرها الا تليفون مسا تقدرش ديرها الكاميرا ديال المراقبة. والكاميرا ديال المراقبة ما كتوضحش بعد. يعني كتستحمري بزاف الناس. وحشة واش ان انت يعني الانسان اللي كيديرش حاجة هو اللي كتنطبق عليه هاد الكلمة مشي على الناس لان الناس. انا قلت لكم يا فضول يا وعود كاذبة وكيبقوا ومشين وراها. كيفاش اللي كتصوري انت وكتزومي وكتصوري ايه. احنا كينين في بعض البلدان اللي كان قدروا نشوفو كاميرا كيزومي وكيخرجوا الصوت وكيعطيو مثلا كتركزي على ابني كتركبيها كتركزي على الوجه. كتصور تقدر تصورك من بعيد ولكن كتزومي الوجه عندها وكتصور. لكن هاد التقنية ما كيناش في تسجيل اللي درتي. لبعض الناس اللي تقولوا انه ورا تسجيل ديال اه ديال تليفون. كانت منا وانك انت يا. احنا كلنا المغاربة. انك ترجعي شوية لرشدك. وكيف ما قالوا لك بعض القنوات. اللي منهم تينتاقدو كوني منهم يعني رحتادو كلي تينتاقدو كرامشي كي يكرهوك. وانما بغوك ترجعي للرشد ديالك شوية. انك ركزتي فيه وتماديتي فيه بزاف. كل مرة كتخرجي لنا بحاجة. ودابا هاد الفيديو هادا اللي خرجتي به وهاد تهمة هادي لي درتها. اه الناس كتسنكتر فعيدة عوى على هاد السيدة اللي كتتوعدوها لا هي ولا الناس لقنوات انكم غتربيوهم يعني وليتوا سلطة. وانكم غاديت غتوصلوهم للحبس ولا الحبس فيديكم. وهاد الشي اللي كتقولوه يمكن لانه انتو ما بقي ما وصلتوش للقانون ربما عليكم شكايات وبقي ما تفعلش لانه بعد الشيكايات كتخصها تكون عندها واحد العدد وتفعل. ولا ربما تفعلت هاد الشيكايات وبديتوا كتدخلو وتخرجوا لكم سريع على بزاف ديال الناس اللي يوم ما يسجلوا بكم دعوة. اه نرجعو نقولو انكم انتو ما يعني كتحسبو رسكم فوق السلطة. والسلطة ديال البلاد رامتي حكمش عليها. لا انسان عادي ولا انسان غير عادي. اه باش غادي اليوم ندير قناة وغادي نولي من المشهورين. وشنو من المشهورين المشهورين الكاذبين. وان بدات ان تحكم في البلاد وان بدات ان نقول الناس انا من الناس المشهورين. ناهيك على الحركات اللي كتديري مع الناس اللي كتخدي منهم فابور حتى هما راها اه يعني تكلموا عليك في بعض القنوات. قالوا بي انك انت يا كتجيت تبتزيهم وكتضغطي اليوم على اساس انك تديري اليوم واحد الاشهار ولكن مشرط عندك واحد الاسبوع ديال الغداء ولا عندك شهر ديال الغداء كل غداء. وما كتف الالتياج وهذا الدليل على هاد الكلام هو انك كنت يقديري واحد الاشهار لواحد المحلابة. كل الجمعة كنت اخذي فيها قصرية ديال كسكسو. واحنا غير بغينا ان نرجعو لك الذكرة اللور انك انت يا طلعتي وصحيح نجحتي وصحيح نجحتي في هاد اه الطريقة اللي درتي باش طلعت لك القناة ديالك. اه لكن تتحتقري الناس وكترضيهم كأنهم حشرات بهالطريقة ديال الكلام دي كتقولي وكتحل في ولي في شي حاجة صبح الله ما كتتحيد شي يعني كتتعاطي من لول ديالك الى اخرك. اه سواء كانت لمرأة كرجت لك الطو موبيل وجرحتها اولى كين سبب. احنا بغينا اه استحمد يخرج لنا شن هو الحوار اللي كان تيهضر مع المرأة وتيهضر مع اه السيدة حتى بعدت عنده ورجعت شن هو الكلام اللي قالت لي. يخرج يقول لنا شن هو الحوار وشن هو من غير انا طلبتها لان مستحيل اي مغربي يشوف هداك الفيديو. ويقول ايه را بغت تشوف المرأة. ونمرأة تقول لها راف الحمان. مستحيل. شحا من المرأة جات عندكم ونهار جات عندكم من المرأة مني كنتو في القبرط ما قلتو راجيه وقد دير السحور. وده بغيتو تخرجوا بهاد الفضيحة هادي لان رانيا بغت تحل بغت دير الافتتاح وعطات التاريخ. لكن كل هالناس اللي كتفرجها رفاء النارانيا غادي دير الافتتاح نهار نهار السبت والله يكمل عليها. وغادي يكون هذا الافتتاح وهذا دليل على ان الحسد والغيرة ولي كنتو ما كتقولوا الناس كي يجيب لكم راها كتبدا من عندكم. كتخرج من عندكم. والناس كيعودوا يدخلوها لكم من الباب اللي خرجت منه. فيقوا شوية وعيقوا وركزوا شوية في الوالدين وعرفوا ان الله حق حي يرزق لا يموت. ابدأ بهذا اللي كنت ديرو احنا ياه. الله سبحانه وتعالى تعطينا فيه الخلاص دي انك تخلصوا فيه. اه في الدنيا قبل الاخرى. اه كنت مننا اه تكونوا اه وعيتوا هاد القنوات اللي خرجة لنا اه على حسب كينا اللي كتدير راسا مودرن بحل اسمع بيوتي. وكي اللي كتدرسها انها اه اه واحد سيدة اه راقية. وهي مشي راقية. هي اسمع بيوتي. وكيني الناس اللي كي يتعطوا اللي معاطية وانهم ملفين ملفين انهم يتعطوا وما تيحشموش. اه بينوا لنا في القنوات ديالكم الحب وبينوا لنا في القنوات ديالكم العطاء. وما تبقوش تزحمونا انه بيوتيوب رامش ديال تشي واحد. اليوتيوب راجعي من امريكان وتي خلص من امريكان وكي اعطي الناس اللي يجتهدو وكي يحيد الناس اللي كيي كييطيحو داك الاجتهد ديالهم بشوية ديال ديال الحسدو الغيره. هدا هو الفيديو اللي بغيت ندير لكم اليوم لانه فيديو فعلا ديال حدث الساعة. وما كي لا ساعة لان الساعة لاربع ساعة لدقيقة. اه فقوا شوية وعقوا شوية واحتارمو نفسكم واحتارمو الناس وتنتمنى تحتار ترجعو تحتارمو والدكم. لان ولو هي ترجع تخرج لنا بشي فيديو تقول قال تموي قال تموي. الناس كلها كتعرف انها هي كتكذب لانه اصلا تاريخها هي امها معروف. وتاريخها هي اببها معروف. وتاريخها هي وحماتها معروفين. وكنت منا تكون لامال اه المرأة اللي ولدات وما ندماتش. غادي يجي واحد نهار وغادي يرجع لك الولد ديالك. وغادي يعود لك كل مكان. ساير بينه وبين المرأة وبينك. وهدا هو الفيديو اللي بغيت نطلق اليوم. ولكم جزيلة شكرا.